أعربت وزارة الخارجية عن بالغ رفضها لقيم سلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومبنى في حي الشيخ جراح بمدينة القصة الشرقية وفي بيان أكدت الخارجية أن المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح تمثل انتهاكا لمقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنسانية واستمرارا لسياسة التهجير القصري للفلسطينيين فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشدد البيان على موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستطان في الأراضي الفلسطينية كما أكد البيان أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقود من فرص التوصل إلى حال الدولتين وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة